أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على دعم مختلف الصناعات وتقديم المزيد من التيسرات والمحفزات لنموها منوها إلى أهمية سرعة التوافق على أسعار مناسبة وعادلة لسلعتين فولصوية والذرة والأعلاف بواجهن عام جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة أليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواج مؤكدا أن الدولة لن تسمح بعد مستقرار قطاع صناعة الدواج كونها صناعة مهمة للغاية وأضاف رئيس الوزراء أن هدف الدولة هو الحفاظ على صناعة مهمة كصناعة الدواج نظرا لكونها توفر احتياجات المواطنين من هذه السلعة الضرورية فضلا عن دورها كذلك في توفير المزيد من فرص العمل مجددا التأكيد على الدعم المستمر للقطاع الخاص الذي يعمل بهذه المنظومة المتكاملة لصناعة الدواج